كابتن محمد رمضان أيضا عقد جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع مرسي كورا مدير الفني للفريق عبر زوم كورا بيتواجد في الخارج لقضاء أجازته الخاصة بعد السور الأفريقي والجلسة شهدت منقشة بعض الأمور الخاصة بالمرحلة اللي جاية وأيضا ألية العمل داخل الفريق بعد تنصيب رمضان مديرا رياضيا بالفريق حسن معلوماتنا مرسي كورا هيعمل جلسة مع محمد رمضان أول ما يوصل إلى القارة بحضور الكابتن سامي أمسان مدرب النادي الأهلي عشان يحطوا الخطوط العريضة للمستقبل يعني بعدها هيبقى في جلسة ما بين كورا والكابتن محمد الخطيب والكابتن محمد رمضان في حضور لجنة التخطيط الجلسة هيبقى فيها مناقشات عديدة منها ملف الصفقات ورغبة لجنة التخطيط أنه هما يعملوا الصفقات لتدائم صفوف الفريق في الفتر حدية قبل الصيف كمان طيب ويبقى فيه مناقشات عن اللائحة وحياة كثيرة تانية كل ده معلومات تبدو عادية معلومة المؤكدة ودي الجديدة حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة مرسل كورا لم يتخذ قراره بعد حول هل سيجلس محمد رمضان على دكة الفريق دكة البدراء بتاعت الفريق ولا لأ هل محمد رمضان هيبقى موجود مع الفريق في المعسكرات ولا لأ كل ده لم يحسن مدير الكورا كان دايما ملاصق للفريق في كل مكان زي ما كان الكابتن سياح الحفيز موجود بس مرسل كورا لحد اللحظة ما ما قلش قراره طيب هل هو قراره ولا أه لا ده قرار مجلس إدارة النادي الأهلي ده قرار الكابتن محمود الخطيب تحديدا كابتن محمد رمضان هيجلس على مقاعد البدلاء حتى لو رفض مرسل كورا حتى لو رفض مرسل كورا بس مرسل كورا ما قلش رأيه حتى في الأمر حتى يزي الله طيب ترجمة نانسي قنقر